مرحبا بجميع أصدقاء متابع قناة فلاش تيسون دقيقة في تحليل وجه وقعات مباريات يوم التولجة اخترت عشر لقائات لقاء من الدوري المغربي الكلاسيكو بالإضافة إلى تسع مقابلات من دوري أبطال أوروبا أول لقاء ميلان الإيطالي السقب الفرق كلوب بروج البلجيكي ترتيب الفريقين في الدوري ميلان في الرشباء الثانية والثلاثون بهزيمتين فارق كلوب بروج في الرشب الواحد والعشرون بثلاث نقاط من انتصار وهزيمة آخر مواجهة جمعة الفريقين تهت لصالح ميلان الإيطالي في دوري الأبطال خارج الميدان هدف مقابل سفر لقاء التاريخية تشهد الغالب الميلان ثلاث انتصارات مقابل انتصاري الكلوب بروج مع مقابلة انتهت بالتعادل لقاءات الخمس الأخيرة لكل فريق ميلان الإيطالي حقق جلاج انتصارات تعرض لهزيمتين آخر لقاء الانتصار داخل الديار في الدوري أمام ودينيزي هدف مقابل السفر كلوب بروج البلجيكي آخر خمس مقابلات النادي حقق انتصارين تعادلين تعرض لهزيمة آخر لقاء الانتصار في الدوري أمام وسترلو خارج الميدان هدفين مقابل هدف واحد ميلان بداية موسم كاريشية على الصعيد المحلي بالإضافة إلى دوري الأبطال كلوب بروج كذلك يعاني في دوري الأبطال أفضل توقع للمقابلة ورشح بأن كلا الفارقان سيسجلان جول جول المقابلة الثانية موناكو الفرنسي استقبل النجم الأحمر السربي ترتيب الناديان في الدوري ليس موناكو في الرشبة الرابعة عشر بأربعة نقاط من انتصار تعادل فارق النجم الأحمر السربي في الرشبة الثالثة والثلاثون بصفر نقطة من هزيمة آخر مواجهة جمعة الناديان في الدوري الأوروبي ليس موناكو الفرنسي أربعة مقابل هدف واحد داخل الميدان لقاءة تاريخية تشهد الغلبة فارق إمارات موناكو بانتصارين آخر خمس مقابلات لكل نادي ليس موناكو حقق تعادلين تلاش انتصارات آخر لقاء تعادل في الدوري الفرنسي داخل الميدان أمام ليل السفر لمدله فارق النجم الأحمر السربي سيرفينز فيزدا آخر خمس مقابلات حقق أربع انتصارات تعرض لهزيمة آخر لقاء لانتصار في الدوري أمام رادنيك داخل الميدان خمسة مقابل هدف واحد أفضل توقع للقاء موناكو والنجم الأحمر السربي أوفير 2 أي اللقاء سيشهد تسجيل هدفين أو أكثر المقابلة الثالثة أرسونال يستقبل فارق شاختار الأوكراني ترتيب الناديا في الدوري فارق أرسونال يحتل الرجبة الثالثة عشر بأربع نقاط من انتصار تعادل شاختار في الرجبة السابعة والعشرون بنقطة وحيدة من تعادل وهزيمة آخر مواجهة جمعة الناديا في الدوري الأبطال سنة 2010 انتهت لصالح شاختار داخل الديار هدفين مقابل هدف واحد المواجهة التاريخية تشهد تكافؤ انتصارين لكل نادي في أربع مقابلات اللقاءات الخمسة الأخيرة لكل نادي أرسونال تعرض لهزيمة حقق أربع انتصارات آخر اللقاء لهزيمة مفاجئة في الدوري أمام بورنوش خارج الميدان هدفين مقابل السفر الفارق الأوكراني شاختار آخر خمسة مقابلات حقق تلات انتصارات تعادل تعرض لهزيمة آخر اللقاء لانتصار في الدوري خارج الميدان هدف مقابل السفر أفضل توقع للمقابلة أرشح فوز أرسونال داخل الميدان وتحقيق تلات نادي هذا هو أفضل توقع للمواجهة المقابلة الرابعة أسطن فيلا يستقبل بولونيا الإيطالي ترتيب الناديان في الدوري أسطن فيلا في الرشبة السادسة بست نقاط من انتصارين بولونيا الإيطالي في الرشبة السادسة والعشرون بنقطة وحيدة من تعادل وزيمة ولمواجهة جمعة الناديان سابقا اللقاءات الخمسة الأخيرة لكل نادي أسطن فيلا الإنجليزي حقق ثلاث انتصارات مع تعادلين آخر اللقاء الانتصار في الدوري أمام فولهام خارج الديار ثلاثة مقابل هدف واحد بولونيا الإيطالي آخر خمس مقابلات حقق ثلاث تعادلات انتصار تعرض لهزيمة اللقاء الأخير تعادل خارج الميدان أمام جنوى هدفين في كل شبكة مواجهة ستكون صعبة على الفريق الإيطالي بولونيا أسطن فيلا يمر بأزهى فشاراتي في هذا الموسم يؤدي بشكل جيد على مستوى الدوري بالإضافة إلى دوري الأبطال أفضل توقع لهذا اللقاء أن يحضر كلينشيت لإحدى الفريقين هذا هو أفضل توقع للقاء أسطن فيلا وبولونيا الإيطالي المقابلة الخامسة جيرونا الإسباني الصعب الفريق سلوفان براتيسلافا سلوذاكي ترتيب الناديان في الدوري فريق جيرونا يحتل الرشبة الثلاثون بسفر نقطة من هزيمتين سلوفان براتيسلافا في الرشبة الثلاثون بسفر نقطة من هزيمتين ولمواجهة جمعة الناديان سابقا اللقاءات الخمسة الأخيرة لكل فريق جيرونا الإسباني حقق تعادلين انتصار مع تعرض النادي لهزيمتين آخر اللقاء لهزيمة داخل الميدان في الدوري أمام ريال سلوفان براتيسلافا سلوفاكي آخر خمسة مقابلات حقق النادي ثلاث انتصارات تعادل تعرض لهزيمة اللقاء الأخير الانتصار في الدوري السلوفاكي خارج الديار أمام ترانافا هدف مقابل السفر توقع لمواجهة خيرونا وسلوفان براتيسلافا ورشح فوز الفارق الإسباني خيرونا بفارق هدفين داخل الديار المقابلة السادسة ليوفي يستقبل فارق شودغارش الألماني بترتيب الناديان في الدوري ليوفي فرش بالسابع ست نقاط من انتصارين فارق شودغارش فرش بالخامسة والعشرون بنقطة وحيدة من تعادل وهزيمة اللقاء الأخير الذي جمع الناديان لا يوجد هذه ستكون أول مقابلة ما بين الفارقان اللقاءات الخمسة الأخيرة لكل نادي ليوفي حقق ثلاث انتصارات تعادلين آخر اللقاء الانتصار في الدوري أمام لازيو داخل ميدان هدف مقابل السفر فارق شودغارش آخر خمس مقابلات النادي تعرض لهزيمة حقق أربعة تعادلات آخر اللقاء لهزيمة خارج الميدان أمام باير ميونيخ أربعة سفر في الدوري أفضل توقع للمواجهة أن يسجل كلا الفارقان أدوه أفضل توقع للقاء اليوفي والشودغارش بالنسبة للقاء باريسان جرمان أمام بيس في عنده في الهولاندي ترتيب الناديان في الدوري فارق باريسان جرمان في الرشبة التاسع عشر بثلاث نقاط من انتصار هزيمة بيس في عنده في الرشبة الرابع والعشرون بنقطة وحيدة من تعادل وهزيمة آخر مواجهة جمعة الفارقان لا توجد هذه ستكون أول مقابلة ما بين الناديان الفرنسي والهولندي اللقاءات الخمس الأخيرة لكل فارق فارق باريسان جرمان حقق انتصارين تعادلين مع التعرض لهزيمة آخر اللقاء لانتصار داخل الميدان أمام ستراسبورغ 4-2 في الدوري بيس في عندهوفن آخر خمس مقابلات النادي حقق أربع انتصارات تعادل آخر اللقاء لانتصار في الدوري أمام أزيد الكمار خارج ديار هدفين مقابل هدف واحد لا مجال للخطأ بالنسبة للفارق الفرنسي باريسان جرمان بعد الهزيمة الأخيرة في دوري الأبطال خارج الميدان أمام أرسونال هدفين مقابل السفر لذا لا مجال لضيع النقاط أمام فارق بيس في عندهوفن فارق باريسان جرمان لدي أصعب جدول في دوري الأبطال الفارق سينافس فرق كبيرة لذا لا مجال لتضيع النقاط خصوصا داخل الديار لذا أفضل توقع ورشيح فوز نادي باريسان جرمان داخل الميدان أمام بيس في عندهوفن المقابلة التامنة إعادة نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي ما بين ريال مادريد وبروسيا دورشمونت الألماني ترتيب الناديان في الدوري ريال مادريد فرشب السابع عشر بثلاث نقاط من انتصار هزيمة بروسيا دورشمونت في الصدارة ست نقاط من انتصارين فارق بروسيا دورشمونت في الصدارة ست نقاط من انتصارين أقوى هجوم في الدوري فارق مسجل عشر أهداف في لقاءين مع استقبال أهداف واحد لديه زائد تسعة آخر مواجهة جمعت الناديان في نهاية دوري الأبطال انتهى للصالح ريال مادريد هدفين مقابل سفر المواجهة التاريخية تشهد الغالباء النادي الملكي سبع انتصارات مقابل تلاث انتصارات لبروسيا دورشمونت خمس لقاءات انتهى بالتعادل آخر خمس مقابلات لكل نادي ريال مادريد حقق تلاث انتصارات تعادل تعرض النادي لهزيمة آخر لقاء الانتصار في الدوري أمام سلطافيغو خارج الميدان هدفين مقابل هدف واحد بروسيا دورشمونت آخر خمس مقابلات النادي حقق تلاث انتصارات تعرض لهزيمة آخر لقاء الانتصار في الدوري الجمعة الماضي أمام سانت باولي هدفين مقابل هدف واحد داخل الميدان فارق ريال مادريد بعد الهزيمة الأخيرة في دورة الأبطال الغير متوقعة أمام ليه الفرنسي خارج الميدان لا مجال كذلك للخطأ أمام بروسيا دورشموند الألماني بروسيا دورشموند لديه مدرب نوري شاهين أقل تجربة من كارلو أنشيلوتي في تدريب لذا أفضل توقع رشح فوز النادي الملكي ريال مادريد أمام بروسيا دورشموند المقابلة التاسعة شتروم غراز النمساوي يستقبل فريق سبورشي انجليش بونة البرشغالي ترتيب الناديان في الدوري شتروم غراز يحتل رشبه الواحد والتلاتون سفر نقطة من هزيمة فريق سبورش انجليش بونة البرشغالي يحتل رشبه التانية عشر بأربع نقاط من انتصار وتعادل آخر مواجهة جمعة الناديان في الدوري الأوروباليوروباليك انجهت لصالح الفريق البرشغالي سبورشي انجليش بونة داخل الميدان 3 السفر اللقاء التاريخية تشهد الغالب سبورشينج بانتصارين آخر خمس مقابلات الكل نادي شتروم غراز النمساوي حقق 3 انتصارات تعادل تعرض لهزيمة آخر اللقاء الانتصار داخل الديار خمسة مقابلة دفين في الدوري فريق سبورش انجليش بونة آخر خمس مقابلات حقق أربع انتصارات تعادل آخر اللقاء الانتصار في كأس البرتغال أمام بورشي مونينسي خارج الميدان هدفين مقابل هدف واحد والتأهل للدور المقبل أفضل توقع لمواجهة ستروم غراز النمساوي سبورش انجليش بونة البرتغالي أوفير اثنان أي اللقاء سيشهد تسجيل هدفين أو أكثر المقابلة العاشرة والخشامية كلاسيك الدوري المغريب الجولة السابعة الراجاء يسق بالطريق الجيش الملكي ترتيب الناديان في الدوري الراجاء في الرشبة الثامنة تسع نقاط مناصفة مع الشباب الرياضي السلمي بالتلات انتصارات تلات هزائم الجيش الملكي في الرشبة الثانية 11 نقطة مناصفة مع الويدات بالإضافة إلى نهضة شبركان بنفس عدد النيقاط من تلات انتصارات تعادلين وهزيمة آخر مواجهة جمعة الناديان انتهج لصالح الراجاء في نهاية كأس العرش انتصر الراجاء بهدفين مقابل هدف واحد وتوج باللقب اللقاء التاريخية تشهد الغلبة الفارغ النصور 23 انتصار مقابل 17 انتصار الجيش الملكي مع 21 مقابلة انتهج بالتعادل لقاءات الخمس الأخيرة لكل نادي الراجاء تعرض لهزيمة حقق أربع انتصارات آخر اللقاء لازم أمام الشباب الرياضي السالمي في الدوري خارج الميدان هدفين مقابل هدف واحد الجيش الملكي آخر خمس مقابلات حقق انتصار تعادل تعرض لكل هزائم آخر اللقاء الانتصار في الدوري في دير بالريباط أمام الفشح هدف مقابل سفر داخل الميدان كلا الفارغين غير المدرب لذا أفضل توقع للقاء الراجاء والجيش الملكي أن ينتهي الكلاسيكو بنتيجة تعادل أدو وأفضل توقع للمواجهة هدف الأصدقاء متوقعات وتحليل العشر مقابلات يمتولتها في الآخر حد موثق للجميع